نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشعون الشباب تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف رئيسا لجمهورية الشيشان الصديقة وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس وإلى جمهورية الشيشان دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الازدهار في مختلف المجالات جاء ذلك خلال حضور سمو حفلة تنصيب فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف بمناسبة إعادة انتخاب فخامته رئيسا لجمهورية الشيشان الصديقة حيث قدم سموه التهانية بهذه المناسبة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حريص على بناء علاقات قوية ومترابطة مع جمهورية الشيشان وتأكيد جلالته الدائم على توطيد العلاقة الطيبة بين البلدين الصريقين والتي تقوم على ركائز قوية ودعائم صلبة من التواصل والتعاون المشترك والثقة المتبادلة والقسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كلمة بهذه المناسبة قال فيها إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لفخامتكم تحياتي سيدي حضرة الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتأكيد على أن علاقات الصداقة والمودة التي تربط بين بلدين عميقة ومزدهرة وفي كل زيارة أو تواصل جديد يزداد تكاتفنا وتضامننا في ظل قناعة مشتركة بأهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي لتوطيد شراكتنا الاستراتيجية المتنامية فقد أضحت العلاقات بين بلدين أقوى من أي وقت مضى وتابع سموه يدعم هذه الشراكة أننا نتقاسم سويا مشموعة من القيم المشتركة تنبثق عن خطاب ديني منفتح ووسطي في عالم يسعى البعض فيه إلى استغلال الدين لبث أفكار التطرف والترويج للإرهاب ونعتز بأن البلدين يقدمان رؤية واحدة شاملة ترتكز على ضرورة سيادة التسامح والسلام كجزء أصيم مسيرة البشرية في سعيها لمواجهة التطرف والعنصرية والكراهية وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تمد يدها دائما إليكم حيث توضطت علاقاتنا معكم على مدى السنوات الماضية ووجدنا فيكم شخصية ثرية بعطائها ورؤيتها المستنيرة والصائبة لذلك سوف تظل صدقتنا متينة وتعاوننا مستدام بما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من الخير والنماء ترجمة نانسي قنقر